كارلوس غصن وأخر مستجدات هذه القضية استجوب قضاء تحقيق فرنسيون في بيروت كارلوس غصن الرئيس السابق لشركات الصناعة السيارات والهارب من اليابان وذلك في افتتاح جلسات وصفها أحد محاميه بأنها سابقة للعدالة منذ اعتقال موكله في لبنان ويواجه كارلوس غصن مهندس تحالف نيسان العديد من التحقيقات منذ فره إلى لبنان في أواخر تقريبا عام 2019 وقال أنه بيأمل في تبرئة ساحته في دعاوي ارتكابه ومخالفات مالية تتعلق بمكانته في إدارته بنيسان وغيره أيضا وتتعلق الاتهامات الفرنسية بمخالفات مالية تحديدا في فرنسا بدأت جلسة الاثنين في ساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت في السادسة مساء ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى الرابع من يونيو يوم الجمعة وقال المحامي وهو أحد محامي كارلوس غصن للصحفيين في نهاية الجلسة أنه هي أول مرة بيتمكن فيها موكلنا من توضيح موقفه أمام القضاة بينما يجلس محاموه إلى جانبه وبعد إعداد دفاعه وأضاف أنه أول مرة بيجد فيها كارلوس غصن العدالة منذ اعتقاله التعسفي في اليابان على حد قوله طبعا نحن نواكبكم بكل المستجدات المتعلقة بهذه القضية أول بأول على سماشي تيدي ترجمة نانسي قنقر